اشتركوا في القناة المباراة لكن بفكركم وليد سلمان احرز هدفين في اشهوط الاول بعد ما تقدم كران صدار الروسي وميدو جابر احرز هدفين مع اسلام حارب هدف في اشهوط التاني خمس اهداف مقابل هدف نتيجة كبيرة جدا نتيجة بتدل ان المعسكر كان على احسن ما يكون واختتموا المعسكر بمباراة وفوز بخماسية مقابل هدف واحد اكيد هيبقى معنا تفاصيل كتير لما نجيب امير هشام على التريفون امير هشام بصراحة عامل مجهود كل يوم بقولنا هو عامل مجهود كبير جدا لكن ده واجبنا كلنا عشان نقدم لكم احسن صورة ممكن ان احنا نقدمها لجماهير الاهلي في كل مكان موضوع ازارو موضوع كبير جدا عادنا نقول ازارو مشي ازارو مش عارف معروض في كام ونادي الصيني عايز في كام والاهلي عايز في كام وفي الاخر خلاص افلنا موضوع ازارو نهائيا النجم محمد فضل كالنجم هو لاعب وايضا النجم هو مدير للتعاقدات مع كمان المعلم عدلي القيعي انهو الموضوع تماما مش هينفع اي حد يتكلم على الاهلي ومش هينفع اي حد يدخل مع الاهلي او يهزر مع الاهلي بصفة عامة خصوان كمان في موضوع التعاقدات يعني احنا عندنا عدلي القيعي حاجة يعني ما ينفعش انت تهزر معافة عاقدات اساسا ومعها كمان محمد فضل نجم واعد زي ما قلت حضارك كان نجم وانسان في منتهى او كمة في الاحترام والادب وكمان ان شاء الله يكون اضافة للنادي الاهلي في مكانه الجديد كمدير للتعاقدات بالنادي الاهلي محمد سعيد طبعا زميلي قال باختصار عن موضوع ازارو لكن انا عايز اقولكو ان الموضوع كان النادي الصين اكيد حضاراتك كلكو عارفين ان هو تقدم بعرض رسمي لشراء النجم وليد ازارو عارفين ان احنا طبعا وليد ازارو عندنا دلوقتي كل الجماهير ازاي ازارو الاول كنا بنقول ازارو ازارو بننتقد في ازارو وجماعي صبروا لغاية لما الحمد لله ازارو ازبط للجميع ان هو صفقة من العيار السخيل كنا كلنا في الاول كمان مستقطرين مبلغه لكن لما قدم لنا اوراقه بشكل رسمي وبقى هدفل الدوري دلوقتي بنقول ان هو فلوسه كانت يعني يا دوب انتو شفتوا العرض اللي كان مقدم من النادي الصيني حوالي تسع مليون اورو فمبلغ كبير جدا لكن محمد فاضل قال قالوك كلام بالتفصيل اللي قاله محمد فاضل قال ان ملف بيع وليد ازارو لاعب الفريق الاول لكرة القدم لنادي فورتشن الصيني تم اغلاقه بصفة نهائية بعدما كشفت المفاوضات التي دارت مع الجانب الصيني خلال الايام الماضية عن امور بعيدة عن الاحترافية تماما ولا يمكن للنادي الاهلي ان يشارك فيها ده كلام محمد فاضل وطبعا كلام منطقه كلام وقعي جدا جدا عايز تدخل مع نادي الاهلي تدخل معها باحترافية تدخل معها لكن اللف ودوران في الفاضي اكيد مش هينفع مع النادي الاهلي وحد بحجم عدلي القيعي ومعها محمد فاضل طيب اضاف ان لجنة الكرة كلفته كلفت محمد فاضل بالتواصل مع النادي الصيني بعدما وافق الجهاز الفني على تلبية رغبة اللاعب وعليه قام فاضل بالتفاوض مع نادي فورتشن حول المقابل المادي وبقية شروط العقد بالتنصيق مع حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي وتم الاتفاق على ان يحصل النادي الاهلي على مبلغ قدره 8 ملايين 8 ملايين و600 ألف أورو كاش و15% من عائد بيعه لأي نادي اخر وأرسل النادي الاهلي إلى النادي الصيني ما تم الاتفاق عليه كتابة وتلقى الموافقة على كافة بنود الاتفاق وفي مقدمتها المقابل المادي أنا بحكي لكم اللي حصل بالنص فاضل قال كمان أنه بعد ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المحامين في انجلترا يخطره أنه سيحضر للقاهرة ممثلا للنادي الصيني لمناقشة بنود العقد ورحب مدير التعاقدات واشترت في نفس الوقت أن يكون حضوره مصحوب بتفويد رسمي من نادي فورتشن الصيني كلام واضح جدا وصل المحامي الإنجليزي للقاهرة بعد قبل يومين وعاخد عدة جلسات مع محمد فضلي في حضور المهندس عدلي القيع مستشار التعاقدات لفضلها زادت عن 13 ساعة طلب خلالها المحامي إجراء بعد التعديلات على البنود ومن هنا بقى جه الاختلاف وجه موضوع بقى أن احنا مش هينفع الكلام ده علينا خاص واضح من خلال طلباته أو طلبات النادي الصيني أن عملية البيع تدخل في مناطق أو يعني واضح من خلال طلبات هذا المحامي أن العملية دخل فيه مناطق مظلمة ده كلام الناج محمد فضل ولا يمكن للأهلي باحترافيته أن يشارك في ذلك حيث طلب ممثل النادي الصيني أن تتم عملية البيع على عقدين طبعا كلام عمره أساسا ما دخل النادي الأهلي خمس ملايين يورو تحت مسمى القيمة الشرائية لللاعب والعقد الثاني ثلاث ملايين يورو وستمائة ألف يورو تحت مسمى مقابل حقوق رعاية وهمية للأهلي يعني أكيد طبعا الكلام مش داخل دماغ حضراتكم فتخيلوا بقى حد زي عدل القيعي ومحمد فضل على أن تدفع الشركة الرعية لنادي الصيني هذا المبلغ وأفاد المحامي الإنجليزي أن هذه الخطوة مطلوبة حتى لا يتحمل النادي الصيني أي كلام بقى الضرائب في بلاده وأن الضرائب في بلاده مش عارف مية في المية إيه وكلام أساسا إحنا ملناش فيه ولا لنا علاقة به ولما إحنا قلنا خلاص إحنا موفقين على بيع وعليد أزارو بدأ الكلام يدخل في مناطق مظلمة على حد قول محمد فضل طبعا النادي الأهلي رفض رفض قاطع طلبات النادي الصيني شكلا وموضوعا كما رفض التعامل مع الشركة الرعية للنادي الصيني في عملية التعاقد لأن ذلك يخالف لوائح الفيفا ماشي التعديل الثاني اللي طلبه المحامي هو تقصيد المبلغ على عدة دفعات رغم أنهم قالوا الأول أننا ندفع المبلغ كله كاش هندفع كاش 5 ملايين يورو عند توقيع العقد ومليون يورو في شهر أكتوبر و2 مليون يورو و600 ألف يورو في يناير المجبرت دي كانت جدولة النادي الصيني لنادي الأهلي ونادي الأهلي كان وافق عليها لكن هو طلب طلبات غير كده النادي الأهلي وافق على هذه الجدولة إلا أن المحامي الإنجليزي عاد وطلب تعديلا سالسا وأن تكون نسبة الأهلي متفق عليها من عائد بيع اللعب 15% من المبلغ الذي يزيد عن القيمة الحالية بدلا من حصوله على ذات النسبة من قيمة بيعه كاملة إلى أي نادي أخر هو رفض النادي هذا الطلب أيضا تعالوا بقى نشوف تعديله التالت تعديله التالت أنا قلت لكم طبعا من تعرفين طبعا المهندس عادل القوي يعني مش محتاج أن أنا أتكلم عليه وأنه هو أستاذ ومعلم في التعاقدات اللعبته يعني وأنا قلت لكم من زمان أنه كانت لعبته المفضلة ووه صغر المقالب كان بيعمل مقالب كتير جدا يعني في أصحابه فمشرين Funk غير مقالب في المهندس عادل القوي بعد العمر ده كله المهندس عادل القوي حط شرط جزائي في تعاقد أزاره إذا تم إنه هو ما يتمش بيعه في خلال فترة التعاقد مع النادي الصيني لأي نادي داخل مصر أقول لكم بالضبط برضو اللي قاله محمد فضل التعديل الذي طلبه المحامي وأثاره علامات استفهام ده كلام فضل وهو الخاص بالبندة الذي أثار الأهلي على وجوده في العقد في حالة بيع اللاعب أو أعارته داخل جمهورية مصر العربية خلال فترة التعاقد يحصل الأهلي على خمس ملايين يورو أخرى يعني لو أزاره كان راح النادي الصيني ده وبعد كده النادي الصيني حاب يعيره أو يبيعه لنادي داخل مصر النادي الأهلي هياخد خمس ملايين يورو تانية كما يحصل الأهلي على نفس القيمة حالة قيام النادي الصيني بفسخ التعاقد مع اللاعب يعني مثلا جم قالوا لك إيه إحنا مش مشكلة الفلوس اللي دفعناه فوليد أزاره وإحنا عايزين نفسخ التعاقد طيبة تفسخوه هتبعوه هتعيروه جوه مصر إحنا ناخد خمس مليون يورو هم اعترضوا على البند ده طب اعترضتوا على البند ده ليه؟ ما تفهمش ما تفهمش طبعا تفهمين بس أنا مش فاهم وطلب الأهلي وجود هذا البند في عقد أي نادي أخر يشتري أزاره يعني لو باع النادي يعني هو أفل يعني من الآخر كده المؤمن سعاد لكوية أقل أنتو عايزين نقول أزاره خدوه تمنوا كذا لكن هتبيعوه هتعيروه هتفسخوه عقدوه هتبيعوه النادي تاني والنادي التاني ده هتعمل نفس الكلام برضو هيبيعوه هيعيروه هيفسخه هيفسخ له عقدوه إحنا كده كده ناخد خمسة مليون يورو قفل عليه كل حاجة فطبعا الموضوع بقى باني أن هو يعني مش موضوع أزاره بقى ومش موضوع أن أنتو عايزين تشتريه أزاره وخلاص يعني أنتو مش عايزين تستفيده من لعب أنتو بتتكلمه في حاجات أساسا طبعا أنتو عايزين تفسخه عقدوه لأ مش هشتري مثلا مبلغ لعب بمبلغ 9 مليون يورو وشوية وبعدين أفسخ عقدو مش هشتريه وبعدين عيرو ومش هشتريه وبعدين أبيعو يعني برضو حاجة منطقية حاجة بالدماغ كده ما تدخلش في دماغ أساسا في عقل عائل صغير المهم خلاص عرفنا أنه هو معترضين على البنود دي وأساسا خلاص عرفنا أن القصة كلها كده يعني فيها لعب ومش مفهوم قال هو إزاء التعامل غير الاحترافي والتراجع عن العديد من البنود التي تم الاتفاق عليها كتابة وعدم وضوح الرؤية من أنجالب الصيني قررت لجنة الكرة إغلاق ملف بيع اللاعب وإبلاغ الجهاز الفني باستمرار وليد أزارو مع الفريق الفترة القادمة والتركيز مع زملائه في البطولة المحلية والقرية ماشي أفلنا الموضوع وخلاص واللي احنا يعني بالبلد دي كده اللي احنا بنعمله في الناس مش هيتعامل فيه يعني احنا اللي بنجيب اللعيبة وإحنا اللي بنعمل كل حاجة وإحنا اللي عرفنا الناس إزاي يعملوا ويشتروا يعني ما نسعد لكويه ندرس حاجات بصراحة ندرس حاجات في التعامل ودرس حاجات إزاي تجيب لعيب بمنتغة الاحترافية ومنتغة الشفافية ومنتغة المعلمة فمش معقول يعني تجيوا وتعملوا فينا إحنا كده بقى طيب خلينا ندخل ندخلكوا في أجواء المباراة وندخلكوا برضو في أجواء وليد أزارو معايا الدينامو مرسل